مرحبا يقول المخرج البرازيلي غلاوبر روشا بلد بدون سينما أو تاريخ سينما كالبيت الخالي من المرايا وفيلمنا لهذا الشهر مرآة تعكس واقع الحياة في البرازيل لتعرف المزيد ابقوا معنا يأخذنا فيلم المحطة المركزية للمخرج البرازيلي والتش سالس إلى محطة القطار الرئيسية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية المزدحمة بالناس والقصص يروي الفيلم قصة دورا مدرسة متقاعدة تكسب قوت يومها من كتابة الرسائل للأميين الذين يأتون إلى المدينة من الضواحي الفقيرة ويمرون عبر محطة القطار المركزية تنظر دورا إلى زبائنها بدونية ولا تهتم كثيرا بالثقة التي يضعونها فيها ففي كل مساء تقرأ مع جارتها وصديقتها إيرني الرسائل التي كتبتها في ذلك اليوم ترسل بالبريد تلك التي تعتبرها مهمة أما الغالبية العظمى فيتم إلقاؤها ببساطة في سلة المهملات وفي حال اختلفتا على مصير إحدى الرسائل يتم وضعها في درجا للتعامل معها في وقت آخر وهذا ما حدث لرسالة أنا وابنها جزوي التي طلبت منها كتابة رسالة لزوجها الغائب تخبره فيها أن ابنه يرغب بلقائه في اليوم التالي تعود أنا وابنها جزوي إلى المحطة المركزية وتملي على دورا رسالة ثانية لزوجها الغائب وما أن تخرج من المحطة حتى تتعرض لحادث سير يودي بحياتها فيبقى جزوي وحيدا بلا مأوى يتجول بلا هدف في المحطة تشفق دورا عليه وتقرر مساعدته فتأخذه معها إلى شقتها ولكن بعد أن يكتشف جزوي رسالة والده التي لم ترسلها وإظهار غضبه منها تقرر بيعه إلى وكالة لتبني الأطفال تلومها صديقتها إيرني وتؤنبها على فعلتها وتحذرها من حقيقة أن تلك الوكالات تقوم بقتل الأطفال وبيع أعضائهم تشعر دورا بالذنب وتعود إلى الوكالة لتسرق جزوي فتنجح ويهربان معا إلى شمال شرق البرازيل العثور على والده بعد حركة السينما نوفو التي ظهرت في البرازيل خلال ستينات القرن الماضي والتي أثبتت نفسها في عالم السينما بسبب خصوصيتها ولغتها السينمائية الفريدة تعرضت السينما البرازيلية لناكسة كبيرة كان ذلك جراء المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد إلا أن عددا من المخرجين البرازيليين المؤمنين بأهمية السينما كمشروع وطني وكحافظة لذاكرة الأمم أعلنوا ولادة جديدة للسينما البرازيلية وذلك من خلال أفلام ساحرة تظهر الوجه الحقيقي للبرازيل وشعبها كان ذلك بالضبط ما قدمه وولتر ساليس في المحطة المركزية فقد كشف النقاب عن الطبيعة الخلابة والثقافة الغنية في الأجزاء النائية من البرازيل ومن خلال رحلة البحث عن والد جوزوي يحث ساليس البرازيليين على إعادة الاتصال بالجذور والتمسك بالثقافة والهوية البرازيلية التي يرى أنها حجر الأساس في عملية تقدم وتطور البلاد وهنا نتلمس الرمزية في الفيلم جوزوي الضعيف والتواق لمعرفة والده يرمز لمستقبل البرازيل الذي لن يزدهر إلا بالاتصال بماضيه وثوابته ومن خلال رسائل الأميين يلقي ساليس الضوء على نسب الأمية العالية في البرازيل تتطور الشخصيات في الفيلم بسلاسة وثبات وهذا ناتج عن السيناريو المحبوكي والمرتكز على الضبط الدقيق والواقعي بين التغيرات الداخلية لدى الشخصيات ومجريات الأحداث ما يصلها إلى حالة نفسية تختلف عما بدأت عليه دون قفزات عاطفية وسلوكية غير مبررة احترى هذا الأمر جليا من خلال شخصية دورا المرأة الأنانية قاسية الملامح التي تؤمن أن استغلال حاجة الآخرين وسيلة للعيش والبقاء إلى أن يتكشف الجانب الرقيق من شخصيتها مع تطور الأحداث مؤثرا على موقفها وتصرفاتها وحتى ملامح وجيها رأى كل من دورا وجزوية الجانب الجميلة من شخصية الآخر وعلى الرغم من الظروف القاسية التي مرى بها إلا أن صداقة دافئة وجميلة نشأت بينهما ستبقى في ذاكرتهما إلى الأبد الأداء القوي والآسر الذي قدمته الممثلة المسرحية فرناندا مونتينيغرو والتي كانت تبلغ السابعة والستين من عمرها آنذاك جعلها تخطف العديد من الترشيحات والجوائز العالمية المرموقة أما الطفل فينيسيوس دي أوليفيرا عامل تنظيف الأحذية بالأساس الذي التقى به سالس بالصدفة في المطار فقد أدفأ القلوب بأداء طبيعي غير متكلف اكتسب من خلاله تعاطف المشاهدين دون استجداء الدين والروحانيات حاضران دائما في خلفية الأحداث في الفيلم لكنهما ليسا قوة دافعة للحدث أو الشخصيات فنشعر بوجودهما من خلال الرسائل الموجهة إلى الله والقدسين وصور التماثيل والأيقونات الدينية والتقوس الابتهالية للحجاج التي صورها سالس بروحانية بديعة كل ذلك يذكرنا بأهمية الإيمان في الثقافة البرازيلية يحتفي الفيلم بجمال الطبيعة والعلاقات الإنسانية من خلال رحلة برية تغير حياة أبطاله تلك السمات تتقاطع مع نوع سينمائي يسمى أفلام الطريق وهي أفلام تصور رحلة يسافر فيها شخص واحد أو عدة أشخاص باستخدام إحدى وسائل النقل البرية قاطعين مسافات طويلة لتحقيق هدف ما وعادة ما تواجه الشخصيات خلال رحلتها صراعا مع بعضها البعض ومع محيطها غير المألوف ما يؤدي للنمو والتطور الداخلي توقع نهايات الأفلام التي تبنى على هذا الشكل أمر سهل في معظم الأحيان إلا أن الفكرة لا تكمن في النهاية أو مآل الشخصيات بل في التغييرات الإنسانية والرحلة بحد ذاتها عملية التغيير الداخلية التي تطرأ على الشخصيات تأتي نتيجة للمواقف المتراكمة التي تمر بها طوال الرحلة وبالتالي تصبح النهاية مجرد انتهاء من سرد الأحداث لا أكثر فالعبرة تكمن في الرحلة لا في النهايات ولد وولتر ساليس في ريو دي جانيرو عام 1956 قضى طفولته في فرنسا والولايات المتحدة قبل أن يعود إلى البرازيل في سن المراهقة ترس الاقتصاد وحصل لاحقا على درجة الماجستير في الاتصال المرئي والمسموع من جامعة كاليفورنيا وعمل في العديد من المحطات التلفزيونية البرازيلية والأوروبية بدأ حياته المهنية كمخرج أفلام وثائقية موسيقية قبل أن يتجه لإخراج الأفلام الروائية قدم أول أفلامه الطويلة عام 1991 بعنوان هاي أرت في العام 1998 أثبت ساليس نفسه كأحد أهم المخرجين البرازيليين المعاصرين عندما حصد فيلم المحطة المركزية جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين العريق عمله كمنتجا لم يكن أقل أهمية فقد قام بإنتاج الفيلم البرازيلي الشهير مدينة الرابع عام 2002 للمخرج فرناندو ميريلس أدرك ساليس في مرحلة مبكرة من عمره أهمية السينما البرازيلية وتاريخها ولعب دورا أساسيا في عملية الحفاظ على الأرشيف السينمائي البرازيلي بداية كمفكر وصحفي ثم كجزء فعال في عملية الحفاظ على التراث السينمائي وترميم وأرشفة أهم الأفلام البرازيلية انضم ساليس إلى مجموعة السينمائيين الذين أسس مؤسسة السينما العالمية عام 2007 إيمانا منه أن مسألة الحفاظ على الأفلام هي مسألة حفاظ على الهوية والتعددية الثقافية في البلاد يعمل المشهد الافتتاحي في الأفلام على تهيئة الجو العام للقصة وتمرير لمحات تدخل المشاهدة إلى عالم الفيلم وهنا أظهرت اللقطات الافتتاحية السريعة والزخمة طبيعة الحياة المحمومة في المحطة المركزية كاشفة جزءا روتينيا من واقع حياة البرازيلي العادي في ريو دي جانيرو فما تراه هناك هو القطارات المزدحمة العدد الكبير من الركاب مرسلون رسائل والضجرة الصاخبة كل ذلك هو جزء من عالم دورا دائم الحركة التي تنصهر فيه وتتعايش معه مهارة ساليس في الدمج بين الوثائقي والروائي تجلت في لقطات مرسلين رسائل التي تخللت المشهد حيث اقترب أشخاص عاديون من طاولة دورا لكتابة رسائلهم غير مدركين أن فيلم يتم تصويره هناك فقام ساليس بتسجيل رسائلهم من خلال كاميرا صغيرة جدا لا تلفت النظر إليها مما أضفى عامل الصدق والبراءة على مرورهم أتمنى أن يكون ما قدمناه اليوم قد نال إعجابكم على أمل اللقاء بكم الشهر القادم سلام